مرحبا بكم متابعي القناة أتمنى أن تكونوا بخير شكرا على تفاعلكم لايكاتكم واشتراكاتكم الخبر الذي وردني حالا هو فعلا صادم بالنسبة للطلبة والثلاميذ حيث من بعد ما تم إغلاق ثانوية بالرباطة وكذلك إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء لوين سجيد كازابلونكا قد أعلنت على أن التعليم سيكون عن بعد حتى إشعار آخر وبعض البلدان قد اعتمدت التعليم عن بعد ومن بينهم المغرب فقد وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برسالة لرؤساء الجامعات بالمملكة تدعوهم فيها إلى إعطاء تعليمات لرؤساء المؤسسات التابعة لهم لتنظيم كل الامتحانات عن بعد سيتم تنظيم الامتحانات الخاصة بالجامعات عن بعد وذلك حتى إشعار آخر وكذلك الاجتماعات واللقاءة والندوات والتظاهرات العلمية والثقافية ستكونوا عن بعد وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء في ظل تشجيل حالات وإصابات مؤكدة بالفيروس المتحور الجديد هذا القرار كان في بعض البلدان كذلك فبعدما تم تشجيل عدد كبير من الحالات تم اتخاذ القرار التعليم عن بعد في بعض البلدان في المغرب فقرار التعليم عن بعد سيكون بالنسبة للجامعات يعني الندوات ستقام عن بعد وكذلك الامتحانات ستقام عن بعد إلى إشعار آخر بالنسبة للعطلة البينية والتي هي موعدها حاليا ووزارة الصحة كانت تقترح تمديدها ولكن لم تأتي مذكرة وزارية بعد لكن من المحتمل في أواخر العطلة إن ارتفعت الحالات يمكن أن يتم اتخاذ قرار تمديد العطلة البينية لأنه كان من مقترحات وزارة الصحة وزارة الصحة هي التي اقترحت هذا القرار وبالنسبة للتلاميذ والطلبة والطالبات فإن موضوع التعليم عن بعد سيكون مذرا جدا لمستوى التعليم بصفة عامة شكرا على تفاعلكم إلى اللقاء في فيديو آخر ترجمة نانسي قنقر